والعجيب في كل هذه الأحداث أخي جرجس مثل ما حضرتك استذكرت من أرمية 29 لأنني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة مستقبل ورجاء وهذه الرسالة أرمية تنبأ عن السبي وأن السبي سيكون فترة 70 سنة وأن الله حتى ما تركهمش راح معهم بالمكان اللي كانوا موجودين فيه في أرض بابل وبرضو عم بيعطيهم رجاء لقدام أنه ما تخفوش أنا معاكم بقول فتدعونني وتطلبونني إذ تطلبونني من كل قلبكم فتجدونني فهذه الرسالة الرجاء يعني ما قبل السبي وخلال السبي خلال السبعين سنة ورجاء ما بعد السبي اللي زكريا طبعا النبي زكريا كان بعد السبي برضو استمر في هذه الإرسالية إرسالية الرجاء العاوز أقوله يعني يعني أوافق معاك أنه رب معنا في كل الظروف سواء قبل أو خلال السبي أو ما بعد السبي هو الرب لا يتغير ولكن دايما ببارك ضعفين وأنا انبسطت لما تكلمت أنه إرساليتك هي للعطاش لأنه تؤمن من كل قلبك أنه رح يصير فيه نهضة وانتعاش وأنا أؤمن أيضا أنه البركة دايما بتيجي ضعفين لأنه في أي خسارات فيه تعويض وهي التعويض فيها استرداد المسلوب وفيها التعويض ودايما التعويض أكتر من ضعفين إذا ضع سنة ولا سنتين الله بيعطينا أربع سنين دايما فيه بركة لقدام أخي نزار أنت يعني أصبت الهدف بالضبط لأنه أنا فاكر وأنا بصلي في بداية الكورونا ديت وكنت بصلي بطلب وجه للرب حسيت في قلبي كآسوت أنه هو إله التعويض وفعلا بتدينا نعمل اجتماعات عبادة وتسافع مش اجتماعات عادية مجرد أننا نعبد الرب كده بدون أي طلب وتوقع من زيارات الرب وفي الوقت دوت حسيت الرب بيحط في قلبي كده التعويض دوت أنه على قد ما كان فيه موجة أو موجات من الكورونا المرض القاتل المخيف اللي حصل دوت أنه الكنيسة في هذا الزمن حتستعيد وحيكون فيه مسحة مضعفة للشفاء لم نراها من قبل وأنا نفسي أشجع المشاهدين أنهم يصلوا معايا ويقولوا أمين كده وبنستقبل يا رب وأنا أتوقع لأنه هو إله التعويض حصل سبي فعلا زي ما تفضلت وقلت كده مثلا سواء في بابل أو سواء الربعمائة سنة في مصر أو كده بس إله التعويض طلعوا أخرجهم بفضة ودهب كان فيه تعويض غير عادي سلبوا المصريين فده أحلى وقت أخ نظار أننا نشوف مواهب الشفاء الشفاء المعجزة للجسد كمان مش بس الشفاء النفس أننا نشوفه بيحصل في الكنيسة يبقى ده الشيء الطبيعي الشيء الطبيعي أنه يحصل اشتركوا في القناة